وأدى تساقط الأمطار إلى ارتفاع ملحوظ في أنهر قضاء الكحلاء ورفع الآمال بزيادة الإطلاقات المائية إلى هور الحويزة فيما طلب فلاحون في المحافظة برفع مساحات الخطة الزراعية لردم معاناة السنوات الماضية مناسب المياه في أنهر قضاء الكحلاء بميسان ترتفع تدريجيا موجة الأمطار التي تشهدها البلاد أنعشة الأهوار ثلاثة أنهر تعد من المغذيات الرئيسية للأهوار تمر عبر الكحلاء إطلاقات المياه للهور هي عشر متر مكعب من خلال نهر الزبير ونهر الأقرح نأمل أنه خلال الأيام القليلة القادمة بفتح إطلاقات مائية زيادة خاصة إلى قضاء الكحلاء من أجل مرورها إلى هور الحويزة واستغلال هذه الكميات الموجودة حاليا زينه أعتقد كميات جيدة وكافية لأن يستفاد منها هور الحويزة بالإضافة إلى أنه الأنهار التي تمر واتغذيه تمر قضاء الكحلاء ومناطق قضاء الكحلاء واتغذي هور الحويزة الفلاحون أكملوا سقي أراضيهم وفرة المياه دفعتهم للمطالبة بتعديل الخطة الزراعية الشتوية بشكل يسمع باستصلاح مزيد من الأراضي والله مساحاتنا زينة خطتنا زراعية أول مرة على هذا النهر الحسيجي ما تطونا خطة كاملة قليلة أقل من يعني أبوه 100 دونان بطوء 20 دونان الحمد لله يعني جهود جهود الدولة وجهود إن شاء الله الحمد لله بركات الله سبحانه وتعالى ومطاره تحديث الخطط المائية والاستفادة من مياه الأمطار سيسهم في تداعيات الجفاف لا سيما المتعلق منه بالأهوار والمسطحات المائية من ميسان حسين لبديري العراقية الأخبارية